وزير الشباب ورياضة وافق على طلب اتحاد الكرة وأرسل لهم مبلغ 10 مليون جنيه لإنعاش خزينة الاتحاد بعدما اتحاد الكرة اشتكى من مروره بأزمة مالية خلال الفترة الأخيرة اتحاد الكرة أرسل 4 مليون جنيه من هذا المبلغ للشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو بعد الاتفاق على جدولة المستحقات المتأخرة والتي تبلغ 40 مليون جنيه الشركة لو تفتكروا كانت تهددت قبل كده بسحب تقنية الفار من مصر وكانت سحبتها كم يوم كده يعني بس هالأمور بتتحل